اخواني واخواتي في كل الوطن العربي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته كل عام وانتم بخير الحلقة رقم 19 يوم 19 رمضان كل عام وانتم بخير الحلقة النهاردة عن العلاج المجاني انا دايما بقول ان في حاجة اسمها العلاج المجاني اللي معهوش فلوس يروح لدكتور اللي معهوش فلوس يشتري علاج العلاج المجاني كلمة السر في انك تحافظ على نفسك يا مريض الفقرات يلي عندك انزلاء غضروفي يلي عندك تزحزح في الفقرات يلي عندك ديق في قناة النوقاع الشوكي كلمة السر في علاجك وكلمة السر في علاج اللي عنده تآكل في مفصل الرجبة وقالوا له عايز تغير مفصل وكل الكلام ده هو زبط المجهود اللي بيسموه بالبلد الراحة كلمة الراحة دي عند المصريين ما تفهمهاش انا بسميها اضبط مجهودك ما هو كلمة الراحة دي تقولها الواحد يفهمها على انه ينام في السرير تقولها الواحد يفهمها على انه يفضل قاعد على الارض تقولها الواحد يفهمها بطريقة ما انتش فاهم حيفهمها ازاي فكلمة احنا دايما عندنا في مصر الكلام مطاط كده حمال اوجه يحتمل كل المعاني فاسمها ظبط المجهود كل واحد يظبط مجهوده حسب امكانيات العمود الفقري بتاعه وحسب امكانيات الرجبة بتاعته اين كانت ايه هي امكانياتك اين كانت عندك تآكل ولا ما عندكش تآكل انت الدكتور بتاع نفسك انت اللي بتحمي نفسك انت اللي هتمنع الامور انها تتفاقم وانها تتطور طيب ودايما المريض يسأل ايه التعليمات يا دكتور اعمل ايه احافظ على رجبتي ازاي يا راجل ده سؤال مضلل انت اكيد عارف تحافظ على رجبتك ازاي انا عندي نزلاء غضروفي في ظهري عندي مشكلة في ظهري يا دكتور قللي احافظ على نفسي ازاي انت اكيد عارف انت تحافظ على نفسك ازاي ولو انت مش عارف لان انا بحس ان المريض بيضحك على نفسه هو بيخدع نفسه تسأل الدكتور اعمل ايه عشان احافظ على الفقرات بتاعتي يعني الدكتور عمره ما هيجمع كل الكلام فحينسى كلام فتقوم انت تعمل الكلام اللي هو انسيه فتتهم الدكتور انه هو ما قليش عالتا الدكتور ما قليش ده بيقوله المشي حلو برضو من ضمن الحاجات المطاطة هو ايه اللي حلو بوحش يعني ايه المشي حلو ده بيقوله للركبة المشي حلو ايه المشي اللي هو قد ايه وانت لابس جزم عاملة ازاي ومشي في طريق عامل ازاي وسن المريض قد ايه ايه المشي حلو طب المشي وحش ما هو حلو ولا هو وحش احنا ما عندناش حاجة اسمها ممنوع تعمل ده نهائي او مسموح تعمل ده نهائي ما عندناش الكلام ده لا في الفقرات انت عايز كلمة ورد ضغطة امشي ولا مامشيش يا دكتور انام على مرتبة طرية ولا مرتبة ناشفة اعمل العلاقة الزوجية ولا معاملش العلاقة الزوجية مفيش حاجة في النص خالص يعني انت ما عندنكوش حاجة تقدر توزن بيها حياتك هو حضرتك يا اما تقفي في المطبخ عشر ساعات يا اما ما تقفيش في المطبخ خالص ينظف الشقة كلها في يوم يا ما نظفش خالص يعني هو ما ينفعش ان احنا نظبط امورنا انا بسميها زبط المجهود لو انت مش عايز تروح لدكاترة اظبط مجهودك شوف امكانيات ظهرك عاملة ازاي ظهرك بيستحمل ايه وما بيستحملش ايه بيستحملك تقعد قد ايه ما تزدش عن اللي هو عايزه بيستحملك تقف قد ايه ما تزدش عن اللي هو عايزه حتى النوم احيانا فيه ناس لما بتنام اكتر من 3-4 ساعات دارابي وجعها يبقى انا اقوم اصلي الفجر واقوم اصلي قيام الليل وارجع انام تاني اظبط مجهودك كلمة السر اظبط مجهودك عمري ما حعرف افهمها لك اكتر من كده بالنسبة للركبة تمام لو انت يعني الرجبة بتتعب لما تطلع السلم ما تطلعش السلم طب وفي حد يا دكتور مش هيطلع السلم اه انت ممكن فيه ناس غيرت سكنها لان ركبتها مش مستحملة هانعمل لها ايه الرجبة مش مستحملة اطلع السلم مش مستحملة مش مستحملة انت اكلتها تماما مش قادر مش مستحملة ان انك انك تطلع اتناشر تلاتاشر درجة هنعمل ايه هانهالك ومش مستحملة عملنا تردد حراري ومش مستحملة هتروح تغيرها بعد ما تغير المفصل بعديها هيقولك ما تطلعش السلم للمفصل يتكسر تقول له اللهم ما لانا كنت مغير المفصل ليه ما هو انت ما هو يعني فانت طبيب نفسك شوف الرجبة طيب واحد برضو زكي كده احنا بيتفرج علينا ناس اسكياء يقولك طب انا هفضل طول عمري كده يعني انا كده خلاص انت حلتلي المشكلة انت دكتور يعني انت حلتلي المشكلة بتقول لي ما 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 تقفيش في المطبخ طب انا بتعب لما اقف في المطبخ عشر دقايق هقف كل يوم عشر دقايق ايوه هتقفي كل يوم عشر دقايق لمدة ست شهور بعد الست شهور هتقفي ساعة وساعتين ان شاء الله طب انا يا دكتور ايه مش هعرف اطلع السلالم ومش عارف ايو كده اه مش هتعرف تطلع السلم تمام لمدة برضو ست شهور ما اطلعش السلم كل اخد خد رقم الست شهور ده حافز على نفسك فيه هتلاقي نفسك بعد الست شهور بتقدر واحد بيتعب لما يوقف يا دوب بيقول لي انا بقف في الطبور في اي طبور خمس دقايق ضهري بيوجعني يبقى ما توقفش الخمس دقايق دور ست شهور وجرب بعد ست شهور توقف قد ايه في الطبور مقدرتش برضو توقف تعالى بقى نعالجك بقى نعمل لك حقنا نعمل لك تردد لكن ما تبقاش انت عدو نفسك محدش هيحميك يعني انت لو انت قلت الكلام ده مش وقعي الدكتور ده بيقول كلام مش معقول الكلام ده انا انا يعني برضو فترة جالي ضهري بيوجعني لما اعط فترة طويلة في العيادة لازم اقوم واعد ما بين كل مريض ومريض واقوم اتكلم مع المريض وانا واقف هو مش عارف انا واقفت ليه انا عشان ضهري بيوجعني لما اعط فترة طويل تمام وبعدين وانا برضو بكلم المريض لكن انت وانا دكتور يعني ما يصحش ان انا او يعني مش هتيجي في دماغه ايه ده الدكتور واقف ليه كان قاعد بيتكلم ليه وهو واقف تمام وبعدين هو ليه بيحرك نفسه عشان عشان مصلحتي فانت لو موظف في بنك ولا انت موظف في اي حاجة لا لازم اقوم غير وضعك فك ظهرك وطي روح صلي خش الحمام اعمل اي حاجة يعني انت طبيب نفسك محدش هيفيدك الادوية الوحدها ما بتعالجش مش مش بتحافز على حد تعالج الموقف لكن ما تحافزش عليه الحقن والتردد الحراري ما بيحافزش عليه الجراحة مش هتديك اللي انت فاكره تمام فانت برضو بالعكس هتبقى نقطة ضعفة اكتر يعني لو انت لما بقف يا دكتور ما بقدرش انت لما لما تعمل الجراحة توقف ماشي حتى لو في النتيجة الاولانية طبعا اول ما الغدروب بتعمله عملية وبيتشال من على العصب والمريد بيحس لما تنجح العملية حين ما بتنجح بيلاقي قلم خلاص راح وانا بقيت كويس كل حاجة سنة والتانية شهر اثمين ست شهور وابتدي يحصل تلايفات والتسقط ويرجع تاني فانت ما تدورش على الحل السحري الحل عندك انت سر نجاحك فيك انت اتمنى اكون افتكو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وكل عام وانتم بخير اشتركوا في القناة